أفدت وزارة والفلاحة والصيدي البحري والتنمية القاروية والمياه والغباتة بأن الانتاج النهائي للحبوب الرئيسية لموسم 2021-2022 يقدر بـ 34 مليون قنطار بالخفاض بنسبة 67% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل أداء استثنائيا قدره 103.2 مليون قنطار وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن مساحة الحبوب المزروعة لهذا الموسم بلغت 3.6 مليون هكتار مقارنة بـ 4.35 مليون هكتار خلال الموسم السابق وأوضح المصدر ذاته أن الانتاج الحبوب يتوزع حسب النوع على 18.9 مليون قنطار من القمح الطري و8.1 مليون قنطار من القمح السلبة و7 ملايين قنطار من الشعير المساحة حدثة